موسيقى جولة جديدة مما تبقى نطف بها على عدد من قصص الساعة أحياكم الله موسيقى إغلاند يلتحق بالمستقيل ديمستورا وخليفته سيمسك بملف لجنة الدستورية المتحالك موسيقى ممثلة بمحكمة النقض ممثلة بمحكمة النقض حلب الحرة تشهد ولادة أعلى هيئة خضايا موسيقى الجعفري والمعلمي يتعاركان في مجلس الأمن ويعيران بعضيهما بطريقة تصفية الصحفيين موسيقى على ذمته الشخصية ولا شيء ملموس بعد قال منسق الشؤون الإنسانية في سوريا ياني أغلاند قال إن دبلوماسيا روسيا أخبره بلجوء نظام الأسد لسحب القانون رقم عشر المثير للجدل من التداول هكذا أخبرها في متابرة صحفية كادوا يكونوا مكاشفة أخلاقية إنسانية للملف السوري حاول يان إيغلاند طمأنة السوريين حول مستقبل إدلب بأنها ستبقى خاضعة لاتفاق خفض التصعيد وأن القانون رقم عشر لن يتم العمل فيه مجددا جميل ينتهي المسؤول الأممي بإعلان استقالته من منصبه ليلتحق بذلك بالمبعوث ديمستورا وكثيرون قبلهما مر على الملف تأثرا أم أثرا هذا السؤال العريض تأثرا أم أثرا شأن آخر تأثرا أم أثرا تأثرا أم أثرا هذا Okej اشتركوا في القناة 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 ديمستورا اشتركوا في القناة 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 هذه الفناة هكذا بدأ النزال بين الجعفري الذي قال او عير المعلمي بقضية الأستاذ جمال الخاشقجي وبين المعلمي الذي الرد على الجعفري بان نظام كنظام الاسد لا احد يحترف قتل الصحفيين مثله على وجه الكرة الأرضية نتابع وصلة الردح الأممية المهم أن نظاما يخطف معارضا سعوديا اسمه خاشقجي أكيد ما أحد أسمع فيه أنا متأكد ما أحد أسمع فيه ويحتجز هذا الرجل في قنصلية بلاده في إسطنبول ولا أحد يعرف مصيره حتى الآن هو نظام لا يحق له الحديث عن القانون وعن ألام الآخرين لأن رائحة الفضائح تفوح منه ومن أفعاله اشتركوا في القناة سيد الرئيس ترفض بلادي التدخل في سوريا من قبل النظام الإيراني بأي شكل من الأشكال ودعمه للسلطات السورية في عمليات التهجير والتغيير الديمغرافي وممارسة أعمال التطهير العرقي والطائفي بحق الشعب السوري لكنني الآن أود أن أوضح أن هناك عيب أخلاقي في هذه الهيكلية يتمثل بوجود النظام السعودي المتخلف حضاريا وعقلانيا في عضويتها في هذا الصدد نؤكد على ضرورة الإسراع في تشكيل اللجنة الدستورية للبدء في كتابة دستور سوريا الجديد ودعوة الشعب السوري كافة في الداخل والخارج لانتخاب حكومته تحت إشراف الأمم المتحدة وبشكل موثوق وشامل أنتم تعرفون أن السعودية لا يوجد لها دستور وليس لديها برلومان ولا اسم للبلاد حتى اسم البلاد هو منسوب للعائلة الحاكمة يعني أنا توقعت تسأله على هذا شو اسمه الصحفي مو هامم قول ولا أنا أن يخرج الجعفري ويعير عبد الله المعلمي بقضية جمال خاشقجي ويطالب به مثلا أو يعني هذا أمر يمزق المعذكلة مبدئيا هذا أمر يعني الكرة الأرضية بحاجة عادة تأهيل بحاجة يعني عادة إقلاع من جديد الحياة كلها يبدو لأنه أن يخرج الجعفري في منبر أممي ويخاطب السعوديين بهذه الطريقة ويخاطبهم بحق طبعا يعني أين جمال خاشقجي بالتأكيد يعني فهذا أمر أقل ما يقال للسعوديين من وضع نفسه مواضع شبهة فلا يلومن الناس على سوء الظن فلا يلومن الجعفري على السيل أو على التقريع الذي تلقاه قد يختلفان في الطرق والأداء لكنهما متشابهان في إداع الصحفيين والناشطين في السجون وأغلاق الأبواب عليهم لأجل غير مسمى هكذا كانت مكانة الصحافة في سوريا والسعودية الحقيقة مكانة الصحافة في العالم العربي أجمع تغيرت يعني من الظواهر المدهشة هي هذه الظواهر مدهشة الآن تحدث في العالم العربي الآن أن تستضيف وسائل إعلام العربية بعض المحسوبين على نظام ليطالبوا بإظهار الأستاذ جمال خاشقجي يعني هذه من الظواهر المدهشة لا شك سوريا طبعا في ذيول القوام العالمية لقوام مراسلون بلا حدود والشفافية الدولية وحرية التعبير والإعلام هذه السوريا نفسها التي تعير الدول بحريات التعبير وتطالبهم في مساحات أوسع للنشر نتابع ترجمة نانسي قنقر 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 للنظام نظام سوري صاحب باع طويل منذ ستينيات القرن الماضي فيما يتعلق بمسألة الصحافة لا يمكن يكسر كل الأقلام التي لا يستطيع امتلاك هل هو أصلا يعلم كل الأنظمة العربية تقريبا هذه القضية الآن يأتي ممثل النظام الجحفري يطالب بالكشف الحقيقة وراء جمال خاشقجي من المتوقع هذا أنه مجموعة مصحفية النظام ينشئون اعتصام مثلا أمام سانة ويحملون الشموع ويطالبون بالحقيقة وراء جمال قضية الأستاذ جمال خاشقجي من المتوقع يفتتح مركز قلوب صغيرة في بنش بريفي إدلب يفتتح هذا المركز أو تفتتح فيه دورات تدريبية في مجالات متنوعة تستهدف أكثر من 800 طفل لتعليمهم مهارات متعددة في مجال الرياضيات والعلوم يعتبر هذا المركز هو الأول من نوعه في الشمال السوري مع قصة مركز قلوب صغيرة يعلمون الفتية في إدلب الرياضيات والعلوم نكون قد وصلنا معكم إلى آخر قصاصنا لهذا اليوم الأحد القادم بإذن الله ما تبقى جديد مني ومن فريق العمل الطيب والتحاية شكرا لك يلعبون ويمرحون بإشراف مدربين متخصصين أكثر من 800 طفل حضروا إلى هذا المركز بهدف التدريب والتعليم ضمن اختصاصات متعددة في مركز قلوب صغيرة لاختيار ما يناسب هواياتهم ليتدربوا عليها لاحقاً تالين طفلة في الصف الثاني تشارك في افتتاح المركز مع أخواتها ورفاقها وترغب بالتسجيل في الحاسبات والمسرح أنا صف الثاني وعمريت مني السنين وجيت على هذا المركز أنيت وقالوا بديني فتحه هيكي نشاطات للمركز وهيكي فيه لاكتوب والمسرح وهيكي شغلات كثيرة وأنا حبيت السجل في المسرح وباللاكتوب يسعى القائمون على المركز إلى توفير بيئة ملائمة لتنمية قدرات الأطفال على مختلف الأصعدة من خلال برامج تعليمية داعمة يعتبر المركز الأول من نوعه الذي يستهدف شريحة واسعة من الأطفال من خلال توزيعهم على مستويات عمرية واختصاصات متعددة يخضعون للتدريب عاماً كاملاً نقوم باستهداف المتسربين من المدارس أو الذين انقطعوا عن المدارس لسنوات سنة أو سنتين نتيجة الظروف الحرض سيستجل عنه الطفل الأنشطة الهوية بيرغب له أو بميل له الطفل مخير أن يستجل عنه من نشاط لتلت أنشطة طبعاً نحن نرتب هذه الأنشطة معه بحسب ما يتناسب مع دوامه في المدرسة وتواجده عنه في المركز يركز المدربون على احتياجات الأطفال في مجالات الرياضة والعلوم والرياضيات لتنمية مهاراتهم الإبداعية من خلال أنشطة فنية وثقافية وتعليمية استهدفنا في العمر الصغير كثير طبعاً بسبب تكنولوجيا شفت سلاحية زوح الدين يتوجه الأطفال بشكل ما نواعي للتكنولوجيا لهيك نحن أنا كدور كمدربي رح فهموا كيف يستخدموا الحاسوب بالصورة الصحة والإيجابية بكتب اسمك يا بلادي الشمس الماء بتغيب تمارين تستهدف الأطفال وآباءهم تماشياً مع تطورات الحياة في الاتصالات والحاسبات ومهارات أخرى كل ذلك من خلال تدريبات تناسب متطلبات هذا الجيل قلوب صغيرة وأحلام كبيرة جمعتهم أنشطة متنوعة بهدف التعليم والترفي لتترك بصمة في عالم الطفولة مدعاصة الفيزيون سوريا مدينة بنهش ريفورك ترجمة نانسي قنقر